كرونيك لامفوسيتك لوكيميا ستيجينغ مراحل سرطان الدم اللينفاوي المزمن CLL ستيجينغ يستخدم الأطباء الاختبارات التشخيصية لمعرفة مراحل السرطان تساعد معرفة مرحلة المرض في تحديد نوع العلاج الأفضل ويمكن أن يساعد في التنبؤ بحالة المريض هناك علاقة بين مرحلة CLL وتشخيصه إذا نمت CLL وتفاقمت فقد تتغير المرحلة بمرور الوقت فيما يلي شرح لأنظمة التصنيف المستخدمة بشكل شائع التي يستخدمها الأطباء لوصف CLL نظام تصنيف ري ري ستيجينغ ينقسم سرطان الدم اللينفاوي المزمن في نظام التدريج هذا إلى خمس مراحل مختلفة من صفر إلى أربعة يصنف نظام التدريج هذا اللوكيميا وفقاً لما إذا كان المريض يعاني أو لا يعاني من أي مما يلي اللينفاويات مما يعني وجود مستويات عالية من الخلايا اللينفاوية في الدم اعتلال العقد اللينفاوية وهذا يعني أن المريض لديه تضخم في الغدد اللينفاوية تضخم في الطحال فقر الدم وهو ما يعني انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء قلة الصفايحات مما يعني انخفاض مستويات الصفائح الدموية تضخم في الكبد مجموعات تصنيف ري ري جروبينغ المرحلة صفر يعاني المريض من كثرة الخلايا اللينفاوية مع أكثر من خمسة آلاف خلية اللينفاوية لكل مايكرو لتر من الدم ولكن لا توجد علامات جسدية أخرى المرحلة الأولى يعاني المريض من كثرة الخلايا اللينفاوية وتضخم العقد اللينفاوية لا يعاني المريض من تضخم الكبد أو الطحال أو فقر الدم أو انخفاض مستويات الصفائح الدموية المرحلة الثانية يعاني المريض من كثرة الخلايا اللينفاوية وتضخم الطحال أو الكبد وقد يكون أو لا يكون لديه تورم في العقد اللينفاوية المرحلة الثالثة يعاني المريض من اللنفاويات وفقر الدم قد يكون المريض مصاباً بتورم العقد اللنفاوية وتضخم الكبد أو اضطحال المرحلة الرابعة يعاني المريض من كثرة الخلايا اللنفاوية ومستويات منخفضة من الصفائح الدموية قد يعاني المريض من تورم العقد اللنفاوية أو تضخم الكبد أو اضطحال أو فقر الدم المرحلة ألف لا يعاني المريض من فقر الدم أو انخفاض مستويات الصفائح الدموية يمكن الشعور بسرطان الدم في أقل من ثلاث مناطق من الغدد اللنفوية مراحل الري صفر واحد اثنان المرحلة باء لا يعاني المريض من فقر الدم أو انخفاض مستويات الصفائح الدموية يوجد اللوكيميا في ثلاث مناطق أو أكثر من الغدد اللنفوية الري المرحلة الأولى والثانية المرحلة جيم يعاني المريض من فقر الدم أو مستويات منخفضة من الصفائح الدموية إبيضاد الدم اللوكيميا موجود في أي عدد من الغدد اللنفوية المرحلة ري ثلاثة وأربعة